طيب نتكلم على الماتش الزمالك رأيك كابتر رضا فيه الشكل بقى الفني للناس زمالك فيه دلوقتي هل فيه اختلاف عن الفترة اللي فاتت مقبل آخر مباراة دور الأبطال أو حتى في الماتش الأخير اللي في دور الأبطال فيه اختلاف فيه اختلاف ايه بقى؟ اللعبة عازل صالح الجماير بعد خروج أفرق بس ما كتت صالحة في الماتش الأخيرة كابتر مفيش كورة مفيش الأداء اللي انت متعود عليه من الناس زمالك بس هي الروح شوية رجعت للعبة الزمالك حسوا بس بجمايره عندما تقولي كورة والكلام ده ده فيه واحدة يعني أثناء ما احنا بنحول كده من هنا لهنا فيه واحدة تعملت بين محمود علاء وطلع عبو جبل محمود علاء هو عبو جبل الراجل حطها ايه ده؟ جنب العرضة اه شفنا دي واخدلك نادي الزمالك مضيع ضرب الجزاء ما شفناش برضو الكورة بتاعت نادي الزمالك اللي هي اللي انت متعود عليها هي بس زي ما انت بتقول كده فيه روح الروح دي ان الجماهير لما حست ان جماهير قلب عليها فهم عايزين يصالحوا الجماهير ففيه اسرار شوية انما كورة وفنياته الكلام ده لا مشاكل زيزو من البداية كتن كانت مفاجأ ليه؟ مفاجأة مفاجأة على الكلام اللي هو اتقال الاسبوع اللي فات او قبل مطش بيرمز تعديدا وان الراجل مش عايز يجددوا الكلام ده هترجع ريمة لعادتها القديمة تاني بدليل ان تلع رجل بمعنى ايه كتر ريمة لعادتها دي؟ يعني كل الناس اللي احنا كنا مش عايزين نشوف الناس دي بقى بجد لو انتو بقى عايزين ده مش عايزين نشوف زيزو المطش ده؟ لا ماشي عليه بقى الليح زي ما انت بتقول يلعب بمين بقى كابتر؟ مع لعب المرة اللي فاتت وقدام بيرمز وكسب مش مهم بمين المهم انه لما بكون خالصة بتكسب ما انت لعبت بالنجوم دي قدام بيترو قتلتك وخسرت قدام سجرادة وخسرت قدام الرجاء ولا الوداد وخسرت واخد بالك فانت لا صح الا الصحيح اقعد الرجالة المعلمين دول هتشوف اداء احسن وقرأ احسن ولعبه احسن تفسيرك ان بزيزو ده يعدارب الجزاء النهاردة ده؟ ما هو جاي بقى عشان يقولك ان مفيش حاجة بينه وبين الراجل وهيضيع والفترة اللي جاي هيضيع تاني لان زيزو ما بكونش تأثيرها من ماتشة المنتخب كابترن؟ تأثير حاجة ده مفروض النهاردة كان جابها عشان نقول الليزر هو السبب في ضياحها الليزر مروش دعوة لا تأكيدة بقى خلاص بس عشان ما تتخدش علينا عشان لسه فيه ان شاء الله يحكم قلنا الماتشة لا الليزر السبب والنهاردة كان فيه الليزر بس الليزر مش اقدر لما برسلتاو ضايع ضرب الجزاء في الاتحاد برسلتاو ضايع ها؟ يعني كالليزر برضو؟ لا لا حالة نفسية بالنسبة لأحمد سيد زيزو بعد ما يضايع في ماتش كبير زي ماتش سنغال بتبقى برضو بعض الامور لسه حالة السقة هو عايزي باين ان ما فيش حاجة بينه وبين الجهاز الفني ولا نادي الزمالك ولا الكلام ده ده كان ضغط عليه يعني؟ طبعا انا من رأيي ما كان تشغط كان التشكيل النهاردة شايفه كان بدايته والله احنا كنا في تشكيل النهاردة لا انا بكنا بكنا نهاردة من وجهة نظرك تشكيل نهاردة كان مقنع بالنسبةك بطريرها النهاردة في انه ايام المباراو يكسر اي حد تلعبه لازم تكسر انت بتلعب المقص وانا سمعت ان بنشرق الترد بنشرق الترد فكرة كده؟ بيلف الظهر وكده ورجلية عالية جات في بطن العيب من المقص ناشي راحوا للفار المقصباحي ويشافها في الفار وده له طرد ده تشكيل نهاردة زمالك